نقلت وكالة التاس الروسية عن رئيس دائرة أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل على فتح بعثات دبلوماسية في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى وأضف المسؤول الروسي أن موسكو افتتحت سفارتها في بوركينفاسو قبل العام الجديد مباشرة وستبدأ البعثة الدبلوماسية الروسية في غينيا الاستوائية عملياتها قريبا هناك عدة بعثات أخرى في الطريق سيتم الإعلان عنها عند الانتهاء من الترتيبات قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى أفريقيا جان ماري بوكيل إن مهمة باريس تتمثل حاليا في تجديد العلاقات مع الدول الأفريقية وبناء صورة مغيرة وأوضح المبعوث الخاص أن أفريقيا الفرنسية قد أصبح شيئا من الماضي تماما وأن اعتبار غير ذلك يعني العمى والكذب على حد وصفه نهم الثروات والفشل الأمني لهذه الأسباب تطرد فرنسا من أفريقيا خسارتها بدأت منذ سنوات أما عام 2023 فكانت تداهور الأكبر لها بعد إعلان نهاية عملية بورخان في مالي شهر أغسطس 2022 حولت باريس مركز عملياتها في منطقة الساحل إلى النيجر التي لم تكن في السابق أكثر من محطة إمداد وأدعم لقاعداتها العسكرية في مالي لكن تاريخ السادس والعشرين من أغسطس كان له حديث آخر انقلاب النيجر أضع أوراق باريس في المنطقة ووجودها هناك لم يعود مرغوبا احتجاجات ضخمة اندلعت في البلاد كانت أولى مطالبها طرد فرنسا غادر سفر باريس العاصمة نيامي وأنهى فصولاً من فصول الخلاف مع المجلس العسكري أما الجيش الفرنسي فقد انسحبت دفعته الأولى من ولام الواقعة جنوب غرب البلاد بداية أكتوبر الماضي بعد فصخ جميع الاتفاقية العسكرية المبرمة بين البلدين وفق الأرقام كان هناك 1500 جندي وطيار فرنسي متواجدين بالنيجر مهمتهم المعلنة مساعدة رئيس السابق محمد بازوم في مواجهة جماعات الارهابية في بلاده ودول أخرى في مطقة الساحل الأفريقي الانسحاب القصري من النيجر جاء بعدما أصيبت فرنسا بخيبات عسكرية وديبلوماسية في مالي وقبلها بوركينا فاسو هذه الأخيرة أعلنت شهر فبراير الانتهاء الرسمي لعملية قوة سابر الفرنسية العسكرية على أراضيها تنفيذا لقرار السلطات البركينية إنها اتفاقية التعاون العسكري مع باريس كان لدى باريس أيضا قاعدة عسكرية هناك كتيبة مكونة من قرابة 400 جندي من القوات الخاصة أما التحرك المعادي فقد بدأ في شوارع وقادوغو نهاية 2022 عندما خرجت مظاهرات عفوية تطالب برحيل جنود الفرنسيين من البلاد أمام فشالهم في وضع حد لنشاط تنظيمي القاعدة وداعش تقول بعض الدراسات إن ما حدث لفرنسا كان نتيجة حتمية لتراكمات سنوية خلت إذ بلغ عدد التدخلات العسكرية الفرنسية في القارة الأفريقية 37 تدخلا